ترجمة نانسي قنقر وفقا لقرار وزير العدل بشأن تحديد معاد الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج وفي هذا الصدد فإن التنسيق والعمل المشترك جاري بين قطاع الخدمات القنصلية في الوزارة واللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب وذلك عبر ترتيب لقاءات تعرفية بين أعضاء البعثات الدبلوماسية واللجنة للوقوف عن كثب على متطلبات عملية الاقتراع وما يعقبها من فرز الأصوات وإعلان النتائج وتحث وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في التصويت بضرورة الاستعداد المبكر من خلال مراجعة سريان مفعول وثيقة جواز السفر وتجديدها في حال انتهاء تاريخ الصلاحية أما عن طريق مراجعة السفارة أو عن طريق موقع البحرين الإلكتروني بحرين.ph حيث أن صلاحية وثيقة جواز السفر شرطا أساسي للمشاركة في التصويت ترجمة نانسي قنقر